طب انا اقول لك الصهينة من مبارح قاعدين بيروجوا من مبارح من وقت ما بدأ موضوع المستشفى المعمداني يملأ العالم فالصهينة رحوا على طول مروجين السردية اللي على طول استقبلتها القنوات الغربية كلها دون استثناء كلها دون استثناء كلها دون استثناء بانه مش احنا اللي ضربنا المستشفى ده اللي ضربتها الفصائل الفلسطينية فاحنا نتوجه بالاتهام لحماس او الجهاد ودول منظمات ارهابية فيطلع واحد راجل من جامعة بار إيلان يقول مش احنا فيطلع الروس ويقوله طب ما نطلع صور الاقمار الصناعية ونشوف الساروخ اتحرك من فين لفين فيرد الصهينة ويقوله نحن لا نعترف اصلا باي طرح روسي ولا نحب روسيا وروسيا هي عدو لإسرائيل يا راجل اول دولة في العالم تقوم بالاعتراف كان الاتحاد السوفيتي هل ده هل ده تعيب في الاتحاد السوفيتي انزك؟ لا كان فيه هناك اسباب اخرى متعلقة بانه الاتحاد السوفيتي كان وقتها هو يعني امبراطورية شيوعية كبرى وانه كان وقتها مؤسسين الدولة هم حزب العمل وكان حزب العمل دول مجموعة من الشيوعين اللي اسسوا الدولة في اولها كان فيه اعتبارات سياسية تانية خالص واعتبارات ايدولوجية ولم تعود روسيا هي الاتحاد السوفيتي النهار ده في عندنا روسيا الاتحادية يقودها رجل شديد الوضوح بل يقف مع القضية العربية اسمه فلاديمير بوتين عايز تتفرج على ضرب الوحدات السكنية يعني هل جو بايدن يريد ان يشاهد ضرب المناطق السكنية في غزة ان كان عقله لم يستوعب ما يحدث حتى الان اذا فلنعرض ذلك على السيد جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية ده ضرب التكتلات المدنية بودوا اللي بدرب التكتلات المدنية فلسطينيين مش كده فضل اذا كان جو بايدن يريد ان يرى ما يحدث للمدنيين اذا فليشاهد هذا القصف اذا كان جو بايدن يريد ان يعرف ماذا يحدث للمدنيين فليتابع ما حدث في المستشفى المعمداني اذا كان جو بايدن يريد ان يعرف ماذا حدث للمدنيين فليرى ما حدث في مدرسة الانوروة انت عارف ضحايا المعمداني من الأطفال وصلوا الكام؟ فوق الـ 500 طفل وبنعد دلوقتي الضحايا في المستشفى التابع للأناروا أهي رؤى سائل الاتحاد الأوروبي يجب عليهم أن يشاهدوا هذه الصور وعين كنت متأكد أنه مهما شاهدوا هذه الصور مهما شاهدوا هذه المقاطع المصورة ولا يحركوا أي ساكن مجلس الأمن للمرة الثانية يرفض مشروع وقف إطلاق النيران لكن جو بايدن بيقول أنه نحن دولة ديمقراطية ونحمي هذه الواحة ديمقراطية في الشرق الأوسط إذن سيد بايدن هل ترى أنه من الديمقراطية أنه المدنيين يتقتلوا ليلة نهار وأنه ده اسمه ديمقراطية ودي اسمها حرية لا استبعت ذلك على الإطلاق من الناس اللي راحت دبحت السكان الأصليين في الأمريكتين لأنه هو هو نفس السيناريو كان بيتكرر من بداية القرن العشرين لكن في منطقة الشرق الأوسط على الأراضي الفلسطينية المحتلة فكما ذبح البيض الأوروبيين السكان الأصليين في الأمريكتين فإنه هناك أوروبيين آخرين بل وغير أوروبيين ذهبوا إلى هذه الأرض خدوا قرار أنهما يستبيحوها ويقتلوا كل من يسكن عليها فتصبح لديهم ما يطلقون عليه الدولة العبرية أو الدولة اليهودية جوش ستيت ييجي النهاردة أو ييجي خلال الأيام الماضية بمنتهى البجاحة والسفور الكيان الصهيوني المحتل يقول هجروا لأهالي غزة على مصر علناً قدام العالم والعالم يستقبل ده عادي يعني تهجير قصري على مرأة ومسمع من العالم بس العالم يرى عادي وقصفوا وقتلوا ضحايا من الأطفال والنساء والرضع والشيوخ والرجال اللي هما ما هماش لجنود والعسكريين لكن طول الوقت عادي ترجمة نانسي قنقر